قطر تفتتح كأس العالم 2022 بعد ترقب دام أشهراً عديدة بحضور عدد من زعماء الدول ولي العهد السعودي يضعوا إمكانيات السعودية في خدمة قطر ورئيس جمهورية الجزائر يباركوا لها ويفتخروا بها مقطع فيديو يجمع رئيس الجزائر وولي العهد يثيروا جدلاً واسعاً عتاب بين الزعيمين ومستخدموا شبكات التواصل يعلقون انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد حفل افتتاح كبير حضره عدد من الزعماء العرب أمير قطر تميم بن حمد أكد في كلمة ألقاها في الافتتاح أن بلاده بذلت جهوداً كبيرة من أجل هذه البطولة لإسعاد الناس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وغيرهم شاركوا في الافتتاح لقطات عديدة انتشرت للزعماء لكن من بين أكثرها إثارة للجدل والتفاعل فيديو جمع بن سلمان وتبون الزعيمان ظهر جالسين أحدهما إلى جانب الآخر ويخوضان في حديث بدى وكأن هناك اختلاف في وجهة نظر كل منهما حوله المقطع انتشر بشكل كثيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي مستخدمون كثر جزائريون غالباً رأوا أن تبون كان يعاتب بن سلمان وبرروا ذلك بلغة الجسد من بين هؤلاء من تصور أن بن سلمان يبرر لتبون عدم حضوره للقمة العربية التي استضافتها الجزائر آخرون خمنوا أن ولي العهد يعطي ملاحظات للرئيس الجزائري وفي السياق غرد تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر مباركاً لقطر افتتاح بطولة كأس العالم فقال من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت ومن حقنا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الريهان وختم قائلاً ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري من جانبه وجه بن سلمان جميع وزارات السعودية وجهاتها الحكومية لتقديم الدعم وكل التسهيلات التي تحتاجها قطر لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر